كابتين أحمد دايماً معانيش بلدك معانا كلمة بلا جاسبت أحمد أنا غطيته منورنا كلمة هل تضيف بقى هدايح ورس المرمى الله الحمد لله عليكم الحمد لله سبحانه الحمد لله سبحانه كنا في أمثل حاجة لها لأن إحنا فعلاً ما كناش موفقين المهاردة في المهم بس التعادل عادة الحمد لله الحمد لله الحمد لله يمكن إحنا ما شفناش أليكسيس خالص طول المباراة لكنه ما كانش موجود فمش هنتكلم عليه أصل على مصطفى شوبير النهاردة درس لحراس المرمى الناشئين وكبار في تحركات القدم والتمركزات بمعنى النهاردة شوبير سهل على نفسه الجيم بكل ما تتخيله كل اللي عمله أنه كان بيتحرك كويس ويقف صح بيصد يتحرك كويس برجله يقف صح بيصد فالنهاردة اللي عايز يتعلم التمركزات وتحركات الرجلين لازم يبقى موجود معنا النهاردة عشان نبتدي الكلام نبتدي في الديئة ما جالوش حاجة يغيب في الديئة ممكن تسعة وتلاتين كانت تصويبها من بره التمنتاشر تصويبها ضعيفة لكن انا جاي بلقطات يعني عشان بس يعني اوررلكم ازاي الكرة كانت سهلة قبل كده ما عليش في لقطة صغيرة دي دي التانية الاولانية بتاعتها لما بيحرك الرجل العكسية لقدام لا لا ارجع معلش معايا من الاول خلص هنا هو سهل على نفس الكرة انما من قبلها هو نقر رجل اليمين قدام رجله الشمال عشان ياخد خطوة تانية برجل الشمال وينزل مكانه زي ما هو فالمفروض بيرجاوه واضح انه نايم اباس كده بصة الكرة كان في الناحية اليمين عشان ينقل الكرة تبقى سهلة بالنسباله قمت준 رجل الشمال عشان يحط الشمال فينزل فتبقى كرة سهلة بالنسباله هو سهل على نفسه كان ممكن يتحرك عرضي بس كنت هتاخد وقت أكبر فمش هيبقى قريب للكورة إنما هو هنا سهل الكورة على نفسه وعلى كل اللي بيتفرجه نتيجة لتحرك رجليه إنه قرب رجليه العكسية وبعدين طلع بالرجل الشمال ويقدر يترمي يكمل بقى عادي جدا هتحس إن الكورة دي سهلة وخدها في صدر ونزل بيها هو اللي سهل نفسه الكورة وهو اللي خلى تحركات رجليه السريعة خلته يبقى قريب من الكورة ويقدر يمسكها كويس كمل معي بس كده خد الكورة في صدر وعادي معيني الكورة في أقصى زاوية الشمال ولكن يعني ده بفكرني كابتن سابت الله رحمه كابتن سابت كان بيعمل كده بالزبط الله رحمه فشوبير في الحتة دي بصراحة ما شاء الله مميز فيها تعالوا الشوط الأولاني كده يعتبر خلص مجاش حاجة أول الشوط التاني وشوط الهجمات القوية على النادي الأهلي عايزين نتكلم على الكرة دي الكورة دي كانت من ناحية الشمال من الطرف برضو انت جبتش ما جبتش التمركز الأولاني معلش رجعلي في صورة قبل دي في صورة قبل دي أنا قلت لك هتهال أيوة بس بص شوبير كان وقف هنا عند العرضة الأولانية الكورة هتتعمل عند سن الثمنتاشر الناحية التانية بص بقى تحركات رجليه الأولانية كانت بالعرض التانية هتبقى امشي معي اللي بعدها سواء اللي بعدها بص الرجلة العكسية اليمين نقلت عشان يبقى مواجه للكورة وفي نفس الوقت لما يحط الشمال يترمي على طول نقلت كمل هتلاقيه وصل الناحية التانية تمركز سليم قبل ما الراجل يحط رجليه في الكورة واقف وشايف وعارف هو فين فقدر يبقى رايب جدا 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 من الكورة لما الكورة شاطت كل اللي عملوا انه ترمى مكانه وواجه برا دربة روكنية التوجيه كمان احسن من شوت خاصة ان الارض فيها مية فالكورة بتبقى اسرع في الاوقات دي مع المطرة اعتقد اه تحركات رجلين مش عشر على عشرين على عشرة في الكورة دي كمل معايا بقى سهل الكورة على نفسه خالص ويدوبك نزل على الارض ووجهها برا طلعت ضربة باكنية معين الكورة برضو قوية بس تحركات رجلين برضو زي تحركات الكابتن سابد بالزبط ومشو اخد حاجة ابوه ما يواضح كده والله حتى الشوطة مش بتاعت ابو خالص شو بركن بيعمل كده وشوط من بتاعته خالص بص هنا بص السهولة في الرمي يعني هو تمركزه خلى الكورة معينها برضو في اقصى الزاوية اه صح في الدايقة ولكنه تحركه من الناحية اليمين ناحية الشمال بكل سلاسة خلاه يتعامل مع كورة بكل سهولة اه اللي بعدها اه في الديئة ستة واربعين وتلاتاشة برضو اه يعني كورة مقصية من اه من مهاجم بالوزداد بس برضو عشان تمركزه كويس جدا وواقف ومركز وشايف وعينه عالكورة كويس جدا خد الكورة ونزل بيها جنبه من غير اي حاجة ده برضو تمركز يعتبر عشرة على عشرة من اه مصطفى شوبير اه الديئة تلاتة وخمسين وهنا بقى بداية السقة ما عليش ارجع معايا سنة وارا ارجع معايا ارجع سنة كمان ماشي اللعبة اللي قبلها ممكن فضل نرجع للعبة اللي قبلها عشرة كابتن عيمن ماشي وبصلي عليها كويس او تمام بص اللعبة دي كانت من ناحية الشمال تمام كويس او وقف مصطفى شوبير ووقف واحد عند العرضة اليمين تمام نكمل الكورة اللي بعدها هاتي كورة اللعبة اللي بعدها بقى اللي بعدها الكورنر اه تمام ووقف واحد برضو عند العرضة الشمالي البعيدة تمام دي مش بتاعته دي بتاعت المدير الفني مدير الفني هو اللي بيحط العرضة البعيدة دي بالذات هو اللي بيحطها المدير الفني اللي بيدي تعليمات بالوقوف يعني هو دلوقتي بيلعب بيها كابتن وبدلوقتي بيلعب اتنين قدامهم واحد على السيكس واحد على الاول ايه واحد واحد على العرضة البعيدة ومضيس على السيكس يارض وبعد كده بيلعب ما انتم اه. في ناس بتعمل ايه? بتلعب بتلعب تلاتة تلاتة. ناس بتلعب اربعة اتنين. صح. تمركزات على حسب المدير الفني عايز ايه? العرضة البعيدة دي ما حدش بيقف فيها غير الحراس اللي على طول بتطلع في الكروسات. يعني انت لو حضرتك شفت اه مع مع الشنوي. بيوقف واحد بس على القريبة. بيبقاش يحد على البعيدة. هنا مع عشوبير هو عامل ايه? هو وحطت واحد على الاونية. بس على ده برا انما حضرت واحد على البعيدة على خط الجور. ايه على خط الجور. بس هو المفروض الكورة دي لما تطلع المفروض عليه معلول يطلع خطوتين قدام مصطفى كمان. يعني بتعايز عرف وجهة النظر ان في وجهة النظر انه لما شوبر يطلع حد يغطيه. يحمي. يحمي الجور. اه. اللي على العرضة الاونية والعرضة التانية. يعني عشان هي تتلاب على البعيدة. عشان الجور يبقى مقفول يعني. لا بس انا لك حاجة. هو فرج على الكورة السابتة بتاعتهم. بلعبوها. بلعبوها ازاي? فموقف واحد في الحتة البعيدة. لو كانوا بلعبوها على القريبة زي ما منعيم كده بيروح وياخد من القريب. يبقى يجب ان واحد يبقى على العرضة القريبة. مش العرضة البعيدة. ماشي. هو مقامل نفسه في العرضة القريبة والبعيدة. هاني ومسك العرضة القريبة. وعمعلول مسك البعيدة. ومودست عسك سيارت. الاولانية. حشان لو حد بيقى قدام منعيم زي منعيم كده. مودست ياخدها. كويس. دي متعلقة بالفرقة اللي انت بتلعبك? ولا متعلقة بحارس المرمى عندك? الاتنين. بمعنى. اه بمعنى. الحارس اللي بيطلع كتير في الكورسات وبيتعامل في الكورسات كتير. لازم اخلى الاتنين يغطوه. يطلع ممكن ما يلحقش الكورة حد يلعبها بدماغه. فالاتنين اللي على خط الجون العرضة والبعيدة. يقدروا يغطوه بسرعة. لما يخشوا جوه هما الاتنين. فالجون يطلع بقى رياحية. طيب اه 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 كله وقف غلط فرج عليه كله وقف غلط كله مش ماسك صح كله مواجه كله مش ماسك صح يعني بص الاولاني ده اللي على العرض القريبة التلاتة الحمر ده لو لو تعاملت على القريبة يلمس قطع حتى اللي ورا ماسك من ورا اللعيب مش من عند جونك حتى اللي هو بين الاتنين اللعيبة واللي ورا يعني ما كانش فيه مان يعني هنا تقدر تقول ان مستر كورو ما بيلعبش مان تومان بيلعب ايه بيلعب مان تومان والمنطقة عادل المطقة يحمد لازم لازم تبقى مرسوسة واحد على سيكس ياردة والتاني وراه بيلعب مان تومان هو ما بيلعبش مان تومان كابتن لا هو بيلعب مان لا مش بيلعب منطقة لو بيلعب مان انا كابتن لو حياتك مصد في واحد هنا مع مرواة اقول لك حاجة هي مدارس في من في مان وفي مزيج ما بين الاتنين هو ده مزيج لكن انا بكلمك على الوقفة دي فيها خطأ كل اللعيبة مواجهة مفيش حد واقف في العرض عشان كده قطع كده قطع كده قطع يعني كلها فيها خطأ كمير قوي حتى الاتنين التلاتة اللي وقفين مودس وعالم علول ومحمد هاني ومصطفى شبير بص اللي اربعة اللي وقفين ازاي يجب مودس لازم يبقى قريب كده لانه هو ايه الفايدة ان انا بحط اللعيب على الست اردم من برة عشان الكرة لو قلت من فوقه هو طويل كرة قلت من فوقه تطلع برة خالص لانه طوله انا بحدده كمدرب اقول طوله مية وتسعين فلما الكرة بينط بيبقى اتنين عشرة مثلا يبقى الكرة لو جات اتنين تلاتين يبقى تطلع برة خالص لكن اللي تحط على العرضة البعيدة دي علي معلول دي بعرف بتعمل ايه دي اصلا بتعمل خلخلة للفرق المدافعة انت لا يجب انك انت تحط على العرضة القريبة مش العرضة البعيدة ايه مدارس لكن انا شايف انه كان لازم يحط العيب على العرضة القريبة لا بسكرة ان احمد قال لك حاجتين ان دي فيها حاجتين حاجة تتعلق بحرس المرمى وحاجة تتعلق بالمدير الفني او المسؤول عن حراسة المرمى بس هو الحرس المرمى اللي بيطلع زي ما احمد قال بيطلع وبيتحرك اللعيب لما بيدخل الاتنين اللعيبة لما بيدخلوا هنا انت كده بتقلل الناحية الدفاعية عندك انت عندك كام واحد مشغال في الناحية الدفاعية اتنين تلاتة اربعة بيبقى في زيادة عددية اربعة برة اربعة برة اقول لحياتك حاجة كولر من المديرين الفانيين اللي بيرجعوا عشرة في الكورنر صح يعني ما بيسيبش حد برة التمنتاشر في الكورنر فلما يستغني عن تلاتة ويستعيد بهم بسبعة السبعة دول هم اللي بيدفعوا والتلاتة يبقوا ماسكين تمركزات مهمة مع حرس المرمى وشغله بيديه واقمنوا باتنين على العرضتين انا كده بأمن الكورنر الفرقة كلها في التمنتاشر العشرة كلهم هو بيرجع العشرة اه دي حاجة موافع انا بقى مدر بالنحية التانية ما بوقفش اللي واحد وواحد قدامه على التمنتاشر انا بوقف واحد في وسلملعب مع العشرة كله راجح ايه انا بوقف واحد على نص الملعب واحد على التمنتاشر انا بهاجم بكام انا بهاجم بتسعة تسعة غير اللي بيرفع هو العاشر يبقى انا تسعة على اربعة يبقى انا عندي زيادة عشان كده انا بقول لك حتى لو هو بيرجع العشرة كلهم يجب انه هم يترسل بصورة جايه اه صحيحة العشرة العشرة دول يا احمد العشرة دول الكسافة اللي موجودة في المنطقة واخبالك حيدافع على تسعة يعني يعني انت تملي في الحاجات القر السابقة ما بتبقاش كده بالضبط يا كابت اللي بيبقى فيه واحد وقف نص مرعب واحد بيرفع كورة ساعات العشرة دول كده واحد عالتمنتاشر او عالتنين عالتمنتاشر ساعات العشرة دول بيلبطوا الدنيا يعني مثلا عد ثلاث فراودة موجودين او اربعة يبقى اربعة بيمسكوهم واخبالك افضل من ستة يعني ساعات التكاتل التكل على اللعيم عمتا عمتا الكورنرز والفاولز تاكتكس بالنسبة للمدير الفني بتبقى قناعات ما بيغيرهاش يعني اه ممكن اه هو غالبا هنا في الصورة دي زي ما كابتن عادل قال هو بيلعب مزيج بين البوزيشن والماركننج الماركننج فهو ممسك حبة ويقف بوزيشن حبة فدي بتاعته هو هو اللي بيعددها لان دي برضو يعني اولويات انا لو لعبت بتاعفت لعب دماغها كويس مش هعمل بوزيشن ممكن نلعب ماركنج بس والعكس صحيح انما احنا عندنا انك نقلة شوية في عدل الناس وعندنا طول قصر قامة فممكن عشان كده هو عامل الكمبناشن ما بين الاتنين مع بعض صحيح نرجع بقى المصطفى الكرة دي كروس مصطفى واقف تمركوز كويس جدا نمشي واحدة واحدة هنا ابتدى ياخد السقة من الكرتين اللي طلعهم واربعا فالكرة على السيكس يار ده اوفر صعب طلع وراح حاطة البوكس وركب مودست حتى ولعب البوكس فيه البعيدة وده يدل على انه ابتدى ياخد السقة اللي كان بيدور عليها من الشوط الاولاني لان في الشوط الاولاني في كرة تعملت قدامه على الارض خاف تردد يروح ياخدها ولا لا لأ لحد ما الكرة طلعت او تناحي التاني فعشان كده السقة هنا دي تبين لك ان الحارس ابتدى ياخد السقة ويقدر يتعامل مع الكروس كويس ونكمل اه بعد خلي بالك التوجيه ده عشرة على عشرة كمان وكممكن يوجه للراجل اللي على التمنتاشر هنا ده اوجه في الحتة البعيدة الناحية التانية كلها ده طلعت اوت الناحية التانية صحيح سؤال بس فضلك هو حارس المرمى زي اللعيب اللي بيبيع عن الملعب ولا حارس المرمى عامل زي الطيار اللي هو محتاج ساعات يعني محتاج دايما ديكون نجله في الملعب لا هو عمتا خبرات الحارس المرمى بتقاس بعدد ساعات لعبه تحت الثلاث خشبات كل ما تزيد عدد ساعات اللعب تحت الثلاث خشبات كل ما خبرات حارس المرمى في التعامل بالكورة وفي التعامل النفسي بتزيد على العكس ممكن لعيب الكورة ينزل من اول كورة يحطها جون سيك HC طب ترجع لنفسه وبعد كده كتير قوي يقول لك عايزين فوق اللعيب ده فرقة بتبقى عايزة تقولك انا عايزة فوق اللعيب ده حط له كتير قدام المرمى عشان يجيب جوه إنما الحارس لا الحارس كل ما يقدم زي الجبن الرومي زي ما بيقوله كده كل ما يقدم تحت الثلاث خشبات بيحلو فأنا أعتقد أن لأ طبعا عدد ساعات اللعبة هي اللي بتقوي وهي اللي بتخلي الخبرات أعلى وزي ما وردت حضرتك أن السيقة مصطفى اكتسبها بعد مصاده كرة والتانية والتالتة دخل في المباراة مع الجمهور مع فرقته والدفاع وابتدى نفسيا يعلى وابتدى السيقة ترجع له ابتدى التوتر اللي كان موجود عليه في أول الشيط لأ قلني ما يبقاش موجود صحيح بعد الكرة بعد ضربة الروكنية دي في دقيقة 68 برضو أرجع أقول لحياتك السيقة عملت فيه وخلته يتحرك إزاي داخل التمنتاشر نرجع للكرة كانت ضربة سابتة من نص الملعب هنا هو يمكن تمركزه كان وحي شوية في حاجة واحدة ممكن ترجعلي يعني أنا هرجع لك وهثبت لك إزاي هو رحمة آخر تعال لي بالصورة معلش ارجع لي شو بير هنا للأسف موط زيادة عن اللزوم قوي واقف في حتة تخليه بعيد يعني هو المفروض كان طلع خطوة قدامه عشان يسهل على نفسه الأمر يعني لو هو خطوة قدام كمان الكروس ده كان هيوصل له أسرع فنمشي ماشي نمشي بعد بالصورة بعد الصورة دي في صورة كمان هنا بص لسه بي فكر انه يطلع على الكروس والكورة وصلت عند تقريباً 8 يارد ده ليه؟ عشان هو ما عليش ارجع لي ارجع لنا بالصورة ارجع لنا بالصورة احمد ما فيش حاجة اوكي طيب خلاص مش لازم اه الكرة دي لو هو كان قدام خطوة وجسمه فوق ما كانش هيحتاج ارجع لي بالصورة احمد ارجع لي بالصورة هو ارجع لنا بالصورة حب الله على السلامة شبير اول ما ابتدى ابتدى موطل تحت وكان محتاج يطلع خطوة قدام فعشان يبتدي يتحرك عايز يعمل حاجة عايز يطلع يفرط جسمه الأول وبعد كده يبتدي ياخد الخطوة دي اسمها حركتين في حركة اللي هو المفروض يبقى واقف على رجليه عادي جدا هادي وقدام خطوة شوية عشان لما يتحرك يبقى قريب ادي رقم واحد رقم اتنين بص هنا ابتدى يبتدى يفكر انه قريب امتى لما الكورة هي اللي راحت له مش هو اللي راح للكورة تاني الكورة هي اللي راحت في اتجاهه يعني هو كان واقع قرار على فكرة انه ما طلعش في دي بالزات تحديدا انما الكورة لما لقاها جاية في سكته هيبتدى يفكر لما الكورة توصل هنا وده قرار يبقى متأخر سنة صغيرة انما برضو بسهد عمل معه كويس قوي انه راح وضرب البوكس من بعيد طلع ايده من بعيد عشان يوصل المفروض اننا لما بطلع الكورس بطلع من تحت الكورة بالزبط انما عشان هو يحاول يحسد من الخطأ اللي عمله فراح رايح ومادد ايده لقدام مادة اليد دي فيها متر ونص اتنين متر مع الارتقاء خلته اقرب لكورة وهنكمل ونشوف الدنيا ماشية ازاي نكمل للصورة الاخيرة بص هو بعيد عن الكورة ولكن ارتقاءه القدام خلاه يوصل لكورة قبل المهاجمين انما تعاملوا دلوقتي هايل بس الابل من كده كان لازم يبقى فيه خطوة قدام وجسمه مفروض شوية عن كده ان نكمل الكورة دي لان الكورة دي هتبقى اخطر بعد ما يطلعها وطلعها في الناحية العكسية ده ارجع معلش في صورة قبلها ايوة تمام الكورة دي اه اه اتعملت من الراجل اللي على خط التمنتاشر تمام هو الاول كان واقع الراجل ده اللي كان على خط بس مش معايا يعني اللي على خط التمنتاشر كان هنا شو بير كان وقف فين كان وقف عند العرض دي بعد ما طلع البوكس من عند سكس يارد ايوة ايوة كان الراجل اللي على خط التمنتاشر معا الكورة شو بير كان عند العرضة الشماية عمل الكورة البرا للراجل بيبتدي يرجع خطوة لورا عشان يعيد تمركزه تاني الخطوات دي الصغيرة دي والله العظيمة عايزة عايزة ساعات من التمرين تعدي الف ساعة والله العظيمة اللي هو بيعمله النهاردة ده بالسهولة دي يعني انا مش 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 عايزة امجد فيه ولكن دي حقيقة فهو بصراحة النهاردة بيدي درس للتمركزات والتحركات برجله لما نشوف بعد كده تلعبت الكورة كان هو لسه بيرجع بظاهره جات على الاولانية وجات في حتة صعبة يمكن الراجل قلش البكرات قلش ولكن سرعة تحركات رجله مع فردة جسمه لما تشوف ما شاء الله هو يعتبر اه معد العرضة اه وتوجيهه للكورة اعتقد انه تعامل اه تعامل هايل ودي اه يعني اعتقد دي هتبقى بداية للمصطفى ان شاء الله ان الناس كلها يبقى عندها ثقة فيه اه اخر كرة واصعب كرة في المباراة تقريبا مش يعني انت جابه من الاخر قبلها معلش بص هنا هنا هو متمركز كويس اوي الكرة دي كانت في نص الملعب اتعملت وان تو وصلت للراجل هنا على الخط داخل به محمد هاني الجوة اه الاول كان واقف كويس اوي اول ما الراجل عدل طلع ووقف وسبت وعينه على الكرة كويس جدا والراجل بيشوت عشان هو برضو قافل كويس ومتمركز كويس جدا 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 سهل الكرة على نفسه وحط يدوبة كاف في ايده اليمين في الكرة طلعها اه ضرب باروكنية ووافته دي حتى لو كرة راحت الناحية البعيدة كان هيتعمل معك هو قافل لما تيجي حضرتك لو 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 تعادل ساعة التمركز بتاعه هو قافل كويس جدا لما الراجل شاط في الدايقة راح كده هيطلع متر ونص لو اتشاطت في البعيدة اكره اتنين متر بطول جسمه هيطلع فاعتقد هو تمركزه كان اه هايل اخر كرة اللي دايما بنتكلم فيها ما بين العلاقة ما بين الشناوي والاتنين سرد بكات هوريكم حاجة صغيرة واختم بها الكلام كله اه يا ريت نجيب اخر لقطة الكلام ده في الديار باع وتسعين تحديدا كرة معمولة في ظهر عبد المنعم وهو بيتحرك مصطفى عشان يبقى رايب وياخد الكرة عمل حاجة كويسة جدا رفع ايده لعبد المنعم سبهالي مع الند خلى عبد المنعم يبص عليه وبعدين عبد المنعم عمل ايه كل اللي عمله انه وقف في سكة السترايكر فخلى الكرة تبقى رايب عشان فيه كونتاكت بين مين ومين بين عبد المنعم ومصطفى شبير يا ريت تجيبها عشان نشوف رفعة الايد اللي ما بتتعملش في احيان كتير بس ما شافه يا راحت منه فيه يعني يعني بنحاول نجيب ايد مصطفى عموما لو من عشرة ندي مصطفى كان يعني تسعة ونص تسعة ونص بلا شك تسعة ونص من عشرة والنص ده عشان التوتر اللي كان عليه في الشريط الاولايين من وجه نظر اما غير كده. تسعة ونص ده يعتبر متميز. متميز جدا. هو حياتك حركة رجله النهارده سهلت عليه كل موقف المباراة ستسهل عليه بحركات ج абсолютно تحت هذا ما شاء الله النهارده. شكرا كابتال احمد اشتركتنا وان شاء الله بتتوفيق These juphres предirie